دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام هذا الدين فيه حيال القلوب لا يمكن أن يسعد الإنسان إلا بأن يدخل في هذا الدين لأن بهذا بالدخول في الدين لا يتعلق بأحد لا يتعلق إلا بالله يستغني عن الناس ولا يحتاج لواحد منهم فقط يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى الافتقار إلى الله فيه عزة الافتقار إلى الخلق فيه ذل يأمر هذا الدين بمكارم الأخلاق وينهى عن مساوي الأخلاق يأمر بالصدق يأمر بالعدل يأمر بترك المنكرات، ترك الفواحش، ترك الخمور يحفظ حقوق الإنسان، يحفظ حقوق الرجل، يحفظ حقوق المرأة، يحفظ حقوق الحيوان هذا الدين أجيب هذا الدين أجيب والله لا يُعرض هذا الدين على عاقل ويرد هذا أبدا هذه الولوجياة لا تكون لديك شخص من الانتالي ويجب أن يكون لديك منها